تواصل الصين تعبئة مستشفياتها في جميع أنحاء البلاد لتقديم علاج فعال وخصوصا سريع للحالات الخطيرة وذلك بعد تفشي موجات عدوى كوفيد-19 وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى التي تم تخصيصها لمواجهة التفشي الحالي للوباء بالبلاد عززت مواردها اللوجستيكية لعلاج عدد كبير من حالات الإصابة بكوفيد-19 مسجلة أن الأطقم الطبية تعمل دون توقف لمعالجة الحالات الخطيرة وإنقاذ الأرواح وتعرف الصين حاليا موجة أخرى من العدوى والتي تزامنت مع رفع القيود الصارمة مؤخرا التي كان قد تم اعتمادها لمدة ثلاث سنوات في إطار استراتيجية سفر كوفيد أفادت وسائل الإعلام أن المستشفيات في عدة مناطق من البلاد عرفت زيادة الأجهزة والمرافق اللازمة لتكون قادرة على مواجهة العدد المتزايد للحالات الخطيرة